اشتركوا في القناة 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 السيد جاي على أساس أنه ينتقم من الشباب المغربي ومن الموجة مع المغربي علشة نقول لك لأنه لرجعته لتصريحات دياله كتلقاه بأنه دائماً تيبكي دائماً ندمان ذلك من يتلقى واحد نتقم كيبكي وندمان على الأفعال دياله ومن بعد كيمشي وتيدير شي حويش ره بين الأمور جاي باش ينتقم لأن الندم كيخلي بنادي من يدير أي حاجة يقدر يديره وهذا من النوع اللي تنقول أنه ندمان بزاف لدرجة أنه كارح حياته ومع لبلوش أنه يعني يفسد الموجة الشامع وليفسد الشباب المغربي وليفسد أي قيام أو أي أخلاق مع لبلوش نتمنى يتعاد فتح تحقيق مع هات السيد سواء في المغرب أو في توركيا نتمنى الميساج يكون واضح مزيلا في توركيا كنأكد على أنه عنده علاقة بذلك الأحداث ره مكي الذي قد يد أنه كيخدم يعني واسيط ما بين مسحات لزرع الشعر أو لزرع السنان أو ذك التخربق هذه الخدمة ره بينا وواضحة متى تحتاش واسيط سيد هذه كديرها يعني باش يتستر على شيء أعمال لكي تدير خاطرة أي حاجة تدوز علي الدكسيت ره شيء حاجة اللي هي تنقولها وتنعرفه أشنو تنقوله ره مجيش أنا ينهضر على شيء حاجة اللي هي خاوية وكما قلت من الناس لك تكن تحفظ ولكن نجت الوقت وشت الناس مني فاقوا وبدو يهضروا جيت نعطي الميساجات ديالي وأنا يا ما أسبقت ويا ما هدرت على هذا الشيء راللايف هات كينا وما زال غادي نشوفوا هات شيء والمشكيل هو أنهم كينا جمعيات وخصنا نضربوا هات الجمعيات هدو أو الضرب بيد من حديد على هات الجمعيات اللي كتدعم هات الناس هادو واللي الهدف ديالهم هو أنهم يفسد المجتمعات باسم الحرية أنا كنعرف الحرية الشخصية رهها بينا وواضحة مجيش باش نفسرها هنا حر في حياتك تقدر تدرشي حوج مع راس كنت اللهم إني قد بلغت تحييي لكم مننا السلام عليكم